نظمت صباح اليوم لجنة المتابعة والنداء من أجل السلام والتسامح نظمت ورشة عمل بهدف تبادل ويشهة النظري بين جمعيات المجتمع المدني حول الإصلاح المؤسسي كان ذلك بحضور رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإصلاح وعدد ممثلي الجمعيات المدنية جرت المناسبة بأحدى فناطق العصيمة تفاصيل لدى زميل محمود موسى الفيل إن إصلاح المؤسسات العامة بالدولة من البرامج الأساسية التي تسعى إليها الحكومة في كل القطاعات العامة وذلك من أجل محاربة الرشوة والفساد الإداري إلى جانب اختلاص المال العام مما دفع الحكومة إلى تكوين لجنة تقوم بمتابعة ومراقبة مؤسسات الدولة في جميع ربوع البلاد وفي ذات السياق تجيء هذه الورشة التي نظمتها لجنة المتابعة والنداء من أجل السلام والتسامح وذلك في إطار تبادل وجهات النظر بين جمعيات المجتمع المدني حول الإصلاح المؤسسي الذي يهدف إلى تبادل الآراء بشأن نظم إصلاح مؤسسات الدولة بغة التطلع إلى الآفاق المستقبلية وعن الهدف من تنظيم هذه الورشة تحدث المنسق الوطني للجنة المتابعة والنداء من أجل السلام والتسامح بالتصليط الضوء على هذه الصورة ونعيد للأزهاد بأنه في هذه الورشة ستناقش عدة مواضيع مدرجة في جدول الأعمال الخاص بالورشة جلها تتمحور حول نظم إصلاح المؤسسات العامة بالدولة